سلام ونعمة يا أبي أنا طبيبة متزوجة وعندي أطفال وعندي امتحانات ماجستير نهائية ولكي أستطيع المذاكرة أقوم من الفجر وجواي صراع بن الرغم في الصوم الانقطاعي وبين أني لا أستطيع بداية المذاكرة بدون مشروب به كفايين أنا عارفة قد إيه بركة الصوم وفي نفس الوقت لو صمت مش هقدر ألزم نفسي بالاستقاظ بدري ولا المذاكرة لأن ما بقاش فيقة خالص من فضلك ارشدني يا ابونا أعمل إيه شكراً وبالآخر طب بص يا بنتي أول حاجة قومي اغسلي وشك قومي اغسلي وشك وصلي ولو خمس دقايق واعملي مطانية من أجل الصوم أو بحسب إرشاد أب اعترافك وبعد كده هو هنأجل في نجال القهوة بتاع الصبحة أو الكفايين اللي انت متعودة تشربي ده ولو لمدة نص ساعة ونحاول أعود عقلي أن ما صدقش كذبت أن طول ما أنا مش شارب قهوة أنا مش شايف أو مش عارف أركز نص ساعة قدرتي خليها خمسة واربعين ديقة قدرتي خليها ساعة ما جبتش أكتر من كده اشربي القهوة بعد ساعة بس على فكرة يبقى حطينا مبدأ حطينا مبدأ أن إحنا نقدر نتعامل مع الحياة من غير الحاجات دي طيب هقولك حاجة يعني ممكن الإنسان الحقيقة لو درب عقله في الأول بيعاني لمدة يومين ثلاثة لأن الكفايين في نوع من أنواع الإدمان يعني الإنسان اللي تعود أنه لازم يقوم يشرب قهوة الصبح دي بتفرق معاه فعلا وما نقدرش ننكر كده لكن أي عادة ممكن أقدر أقومها وأقدر أسيطر عليها وامسك اللجان بتاعها وتحكم فيها فابتدي بدقايق وربنا يديك نعمة واتكملي ترجمة نانسي قنقر